السلام عليكم الأخ بوقتب المتهم بالأب الحقيقي ديال العزيز الخطابي وخامة شي هو أنا الأب الحقيقي الأب الحقيقي دياله راه عارفه عاديل ولكن أنا تهم لي بها التهمة ما عرفش علاش هيتلقاش أنا أصلا شيت ضده وبذيك الشادة ديال اللي شيت ضده أعطاني بأنه أنا والأب دياله هيتلقاش أنا لك سنعمر معاه بزيب في الدار وإن لك سنساجم مع ديك العائلة كاملة واي اي حاجة بغواة يجيون لعند بوقتب عندك سؤال أختي؟ اه وكتن جيل عندهم بزيب أنا أمني مني كانت عنده شهرين وأنا كني هزفي بيه ديك أمني أمنيوه واو الضاد الدريال التاني الدريال التاني مس من بعد نقول لكم القدية دياله كيفهاش وعد ذاة عزيز أنا عزيز هو اللي علمني قصة معا عاودة شجم دابة من بعد نعاودها العام كامل أيسمحها ويعرفها أنا إذا كانت يقولوا هو بأنني أنا شفر أنا لقني طرع كامل يسولوا لي واحد بواحد واش أنا هاي أديالي أنا بقني طرع كديرا والسومعة هو بغيت أيها اللي بسومعة ديالي ما يمكنش فهمتين؟ أما بالنسبة للقادية ديال باتهم اللي يلسق اللي ذال ليها آآ أختي ما عرتوش عايش حيث لقاش أنا شد ضده هو كان في الأول جا عندي باش نشهد أنا ما هو ومني ما بغيتش أنا بغيت قلت ليه شهادة يلحق بغيت نشهد لك شهادة يلحق شوش ما في الشبه؟ آآ الشبه أختي ربما لو حمد إذا قاش في ذيك الساعة أنا ما كش يمجي عندهم بزاف وفي ذيك الساعة اللي كانت حاملة تجد قلت ليه أنا آآ تجد أولي قال ليه الكبيرة رح حاملة ماشي أنا مكش عارفك أنا جال عندي في كل ناس ساكني أنوية جال عندي قال لي بأن الكبيرة حاملة وأنا بالنسبة للحمولية ما نعرفش أنا واش حاملة ولكل ما قلت يوم نعرفش أنا واش حاملة أنا المهم بقيت مسببا معا كما عارفني في الأول كما كان قادي معا كما كان قلت لي العباد الله أنا كنت نصرف ولكن ما جي كنت نصرف مصرف ديار بالصح أنا عادة قد دلائل الصغار اللي كيبقاوا فيها أو هي يا وبنسبة للكبيرة كيبقاوا فيها اللي كانوا عايشين فيها ذلك شكي قلت ليهم أنا تنصرف وخاء أنا دبا كانت مسببان من القناوات وحدين وخراين ولكن أنا كنت حمل أنا كنت حمل أنك إما تقول لك واحد مثال قال لك الأساد لا يلتفيتوا وراء الكلاب بالضل اللي تتنبح هو راءه على شح النقص هو عافرة رابح رابح كذلك أنا أنا وخي يقول للإنسان اللي قال ويقول اللي بغى يقول أنا رابح دك السيد باش ما أبغى كنا الشي تحالي الكثير من اللاديين أنا معاه لكنت غير أنا مستعدي أنا مستعدي للإنسان حتى عزيز مستعدي للإنسان قال لي عزيز مستعدي للإنسان وكانشي قناوات يقولوا مجلش عندك عزيز يشوك مثلا بحكم الشباب حكم يعني عزيز مجلس ونوى لكن ذا التنوية واحد اللي العالم شافه وكلش يقولوا الشباب أنا بني تباتل أولادي ولا تقولي باباتي شبالك ذا لي موشكين مع أولادي وذا لي موشكين مع إلوهم مع الرأي العام الرأي العام كل شي يقول لك لا بقطب ما يمكنش لا بقطب أنا بعزيز والدك وأنا كنطالب بحق قيم هذه القضية أنا كنطالب لاديين ولكن شي شيء من غير لاديين أنا مستعد أنا متأكد أنا ذاك السيدة وكتو أخذها بحال خسين وكتر من خسينها ذاك الظروف اللي كنت تعيش فيها مع عاديل كان الظروف خايبة معه وأنا مستعدين معه ماشي غير لاديين لكن شي شيء أكثر من اللاديين اللي كتبت لك تدك ساعة في بلاستها يعطوني النتيجة في الوقت أنا مستعد أنا كنقول للعالم كامل أنا مستعد نديل معه اللاديين وما عاي خرش ولدي إلا كان هو تيقول إلا كان استجوابات ديال الكمونتارات ديالنا تيقول لي ما تقاتش معه واحد عنده فيلا بمليار وطنوه بمئة وخمسين مليون أنا ما كان آمنش بالقادية يا الله عاون والله يجب لي تيسير أنا ما تنحسدوك على هذه القادية أنا تقول لي يا الله عاونك الله يجبك تيسير ولكن باش تهمني بعض القادية اللي كتواخد لك بحال خويا وفاللاخر تقلبس يا أخي عاديل سكران تنسكرك وتنعود نسكرك اشتركوا في القناة